أعزائي تلت الصف الخامس من المدارسة الفنية الصناعية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من وجنا التعليمية ومدتنا مادة تيك تخصية لطلبة قسم إسارة زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقة أن مادة تيك تنقسم إلى ثلاث أفرا يتم دراستهم بالتوازي مع بعض فيه عندي جزء خاص لدراسة المحركات وفيه جزء خاص لدراسة مادة إشاسية وفيه جزء خاص لدراسة قاربة الإسارة النهاردة إن شاء الله معدنا مع بعض مع الجزء الخاص بكارباء السيارات وتحديدا عند الجزء الخاص بدراسة وسائل أمن والسلامة الموجودة على الإيئة السيارات قلنا استعرضنا في حلقات سابقة مع بعض الجزء الخاص بوسائل أمن والراحة الموجودة على الإيئة السيارات وقلنا أن فيه أول جزء كنا اشتغلناه مع بعض الجزء الخاص بمثبت الصرعة وعرفنا أن مسبت الصرعة فيه منه نوعين فيه هو مسبت الصرعة السابت ومسبت الصرعة المتغير كنا تحديدا في الحلقة السابقة كنا توقفنا عند دراسة جزء منظومات الأمن والراحة الموجودة في السرعة ومنع الحوادث عن طريق الرادار إن شاء الله بإذن الله نستكمل بعض الجزء الخاص بإدراسة كيفية منع الحوادث عن طريق الرادار وقلت لك في الحلقة السابقة الرادار طبعا هو عبارة عندي عن موجود في شكل حساسات موجودة فيه الاكصدام الأمامي للسيارة والاكصدام الخلفي طبعا الحساسات الموجودة على الاكصدام الأمامي الغرض الأساسي منها هو منع التصادم من الأمام وطبعا معروف عندي إن الإيه السنسور أو المحسسات اللي هتبقى رجبة على الاكصدام الخلفي لو منع التصادم من الإيه الخلف وأن الحساسات دي فايدتها إن هي بترسل إشارة رادارية بتعملي أو بتعرف الطريق من حوالي إيه بالزبط وهدي مثال بسيط جدا أنا بقول مثلا إن في عندي سيارة أمامي وأنا بمشي وراها تمام كانت المسلا هفترض إن بوا الجهاز الراداري ده فايدته إن هو الحفاظ على مسافة آمنة مبين ومبين السيارة اللي إيه الموجودة في الأمام أنا هاخد الحالة دي بس هاخد اللقطة دي بس أنا هفترض تلوقتي إن أنا بجري على سرعة أو ميك كيلو متر في الساعة والمسافة اللي مبيني ومبين العربية اللي قدامي مثلا كانت 20 متر فبقول إن عندي المسافة دي مسافة آمنة يعني إيه مسافة آمنة يعني بقول إنه هو لو بفرض إنه هو في خطر قدام العربية اللي هي أمامي دي فهو مسك فرامل فالمسافة دي هقدر إن أنا لو زمن رد فعل الساق والاستجابة هقدر أي أشوف إن العربية اللي قدامي دي هعرف إنه يعني خفت سرعته أو مسك فرامل نتيجة إن أنا برائب الطريق وبرائب العربات اللي موجودة هعرفه من نور الإيه الفرامل والنور الأحمر العالي بيصل في الكشفات طبعا الإيه الخلفية فهدأ أنا كمان أقلل من سرعته علشان أمنع التصادم الإيه الأمامي طيب لو هفترض إن أنا كمان أنا في عربية أمامي وفي أنا بجري وراء العربية دي وعاوز أطلع من العربية دي طبعا في الحالة العادية خالص علشان أطلع من العربية اللي قداميني دي المفروض إن أنا باجي ناحية الإيه لو أنا على الطريق اليمين وعاوز أخذ للحارة الإيه اليسار أول حاجة بعملها إن أنا بدي إشارة تمام؟ اليسار اليسار إن خلي بالك اللي جاي من وراي خلي بالك أنا عاقي هسيبي الحارة اللي فيدي وعاوز أطلع للحارة الإيه اللي بعدين بعد كده بدأ بالإيه الطريق قدامي بشوف الحارة دي لو فضية الحالة دي إيه لو فضية بقوم جاي جاهة اليسار أزيد من سرعيتي تمام؟ لغاية ما باخد إيه الطريق بتاعي لو عاوز لو عاوز إن أنا أتفادى بقى العربية اللي قدامي يعني عاوز أعمل إيه عاوز أما ده لما كنت ماشي وراه عاوز أمشي قدامه في الحالة دي هدي إيه إشارة وبعد كده برائب الطريق بلاقي الحارة إيه اليسار بتاعت دي فضية وبزيد من سرعتي وبعدي العربية اللي أنا كنت ماشي بمسافة لا تقل عن مرتين من طول العربية بتاعتي عشان أحافظ على المسافة إيه الأمنة بعد كده ده بقم داخل مدي إشارة إيه يمين عشان اللي العربية اللي أنا عدتها والله خلي بالك أنا أخش أصادك عشان ياخن إيه حسابه وبعد كده باخد الطريق بتاعي عادي ده في الحالة في السيارة التقليدية في السيارة الحديثة بدأ إن أنا قلت فيه نظام تحكم وبتاعي نظام راحة وأمان بالنسبة للسايق فممكن الحالات اللي أنا قلتها دي كلها بيساعدني فيه نظام التحكم لو لأ لو لأ إن المسافة اللي ما بينه وما بين العربية التاع اللي قدامي دي قلت وأنا دخلت في مرحلة أنه ممكن يحصل فيها اللي قدامي لو مسك فرامل وأنا ما خدتش بالي أو ما قلت صورة ممكن يحصل فيها تصادم لو أنا عاوز أسيب الحارة دي لأنا ماشي فيها وعاوز أغير الحارة التانية بيقول لي خلي بالك إن فيه عربية قدامك لو أنت دخلت في الحارة دي ممكن يحصل فيها مشاكل تمام لو أنا اطلعت من العربية بقول لي خلي بالك يعني بيديني لنا يعني بمساعدة للإيه للساق للإيه للحصول على أمان على إيه الطريقة قلت لك في نهاية الحلقة السابقة وأن فيه نظام اتعامل فيه مجمل لكل على بعضه كده للأمان والراحة اسمه نظام إيبيا نظام إيبيا ده يعني أنا هفترض إن أنا تلوقتي على طريق فيه عربية نقل قدامي العربية النقل دي محملة مثلا سندي أنا العربية ماشي وأنا ماشي وراه والمسافة الأمينة ما بينهم طبعاً للمسافة الأمينة دي في الصارة التقليدية ممكن أن أنا بقى رائب مرائبتي كلها بتعتمد على الساق بقى رائب الطريق كويس جداً وبرائب لو العربية اللي قدامي داست فرامل قلت لك فيه نور أحمر شديد طب هفترض أحد السنديق دي وقع أصادري طبعاً في الحالة دي لو أنا مش برائب الطريق ممكن يحصل إيه مشكلة النظام الراداري هو بممكن أن هو بيرائب معايا الطريق في النظام إيبيا ده على سبيل المثال ممكن لو لقى أن أنت دخلت في مرحلة أنه ممكن يحصل فيها تصادم فممكن تلاقي بيحصل إيه ممكن ساعتها لو أنت مثلاً إيه القاعد على الكرسي بتاعك وطبعاً قافل إيه الحزام بتاعك بس مهويه شوية في الحالة دي بلاقي أنه ممكن طبعاً ده نظام عاية يعني متزولت لك من العوامل الأمان والراحة طبعاً بتختلف بمركات الإيه الصيارات لو أنت مثلاً مرجع الكرسي الورى كده وانت مثلاً واخد وضع قيادة معين لأ لين هو بيعدل الكرسي ماشي؟ بيعدل مسند الرأس بيشد إيه الحزام عليك بيقفل الإزاز لو فيه كمان إزاز سقف بيهم إيه بيهم قفلوا تمام بيحضرك تمام يعني إيه بيحضرك كويس أول طب لو لقيت أنت داخل في مرحلة إيه أخطر شوية ده ممكن أن تلاقي إيه ومنزل ده وسيك سرعتين من عندك عشان سرعة لو لقيت المرحلة أخطر شوية ممكن الجهاز أنه هو يهدي العربية عشان ما يعصلش إيه يباياً لو تلاحظ إنه هو كل الحاجة اللي أنا أحكي أتعامل كله في نظام واحد يعني قدر إنه يتحكم في الإيه في الزجاج قدر يتحكم في مسند الرأس قدر يتحكم في مشدات الإيه الحزام الإيه الأمان قدر إنه يتحكم فيه في السرعة قدر يتحكم في نظام الإيه الفرامل تمام؟ كل ده كده على بعضه اشتغل مع بعض للإيه للأمان تمام؟ طيب نيجي نشوف بقى مع بعض النهار ده طاحت عنوان اللي هو منع الحوادث بالرادار ده العنوان الأساسي اللي احنا هنشتغل عليه بقول لي طبعاً أو تاني نوع من أنظمة الأمان والراحة بإحنا كنا في الحلقات السابقة كنا خلصنا مع بعض الجزء مثبت الصرعة بالنوع السابت والمتغير هنتكلم النهار ده على تاني نظام اللي هو منع الحوادث بالإيه بالرادار طيب بيقول إيه النظام بقول له أحد الأنظمة الحديثة المساعدة في أمان استخدام السيارات على الطريق وفيه يتم تقليل حدوث خطر أو ايه بيقول لي تقليل خطر حدوث تصادم بين السيارات نتيجة لأخطاء الساق نتيجة لأخطاء لايه؟ يعني ايه نتيجة أخطاء الساق زي ما قلت لك كده أنا ماشي ها وسهيت شوية عن الطريق انشغلت بأي حاجة تمام؟ وما شفتش أن اللي قدامي ده صفرامل لو هو ده الصفرامل وانا فضلت ماشي على الصرعة بتاعتي إيه هيحصل؟ تماما هيحصل تصادم منين؟ من الخلف يبقى كل دي ممكن معظم ايه الأخطاء ممكن تبقى مش نتيجة عيب في العربية ولكن بتبقى نتيجة عيب من سوق تقدير الساق للايه؟ لحالة الطريق أو السهرات المحيطة به تمام؟ وعدم مراعاة المسافات خلي بالك هاي المسافات اللي احنا ايه عادينا نقول فيها ده مهمة جدا وعدم مراعاة المسافات بين السيرات وكذلك عند التحرك فيه دوران أو الرجوع للايه؟ للخلف تمام؟ طيب نكمل مع بعض بيقول لي مكونات النظام نشوف بقى المكونات ايه هي بقول لي وتسمى أيضا عزي الأنظمة بأنظمة الملاحة أنظمة الايه؟ الملاحة يعني ايه؟ أن انا عاوز أعرف موقع العربية بتاعتي من السيرات المحيطة بي على الطريق هذا المقصود بنظام الايه؟ الملاحة تمام؟ وفن ده كده ده الاس ده الايه؟ الاساس زي بس انا زي ما اقول لي انا ممكن عن طريق الجي بي اس حد ده انا عاوز هتنقل مسلا من مسلا عاوز اطلع عاوز اطلع مسلا من نقطة النقطة عاوز اطلع مسلا من مدني الجيزة للهرم فأنا ما عارفش الطريق فممكن عن طريق ايه الملاحة او لو بسميه مثلا لو متعرف عليه ما بينه والجي بي اس يديني الطريق اللي انا امشي فيه تمام غيرت ما اوصل للنقطة اللي انا ايه عاوزها ولكن المنعة للحوادث بالرادار تحديدا اللي انه منع حدوث اللي ايه اتصاده بالرادار دي نقطة يعني بتبقى مهمة جدا جدا تمام ان انا عاوز اعرف بوقعي فيه من السيرات المحيطة بيه على الطريق علشان اقدر على قد ما اقدر اتلافق الاخطاء اللي ممكن تحصل نتيجة الايه الساق واللي تسمى ايضا نزيل انظمة بانظمة الملاحة وهي تساعد في التعرف على مكان السيارة وكذلك الاتجاهات التي تتسير فيها وكذلك الهدف الذي يرغب الساق في الوصول اليه ولكن يعتبر انهي انهي اضق او انهي افيد يمكن النظام ده نظام يعني نظام ايه راحة نظام ايه راحة ولكن منع العدوث بالتصادم ده اللي هو الايه الامان تمام طيب اساس التنظيم او اساس التصميم او ما هي الايه المعايير اللي على اساسها بدأ ان هو يصمم هذا النوع طيب نشوف بولي يصمم هذا النظام للتعرف على موضع السيارة في خريطة المدينة وكذلك موقع السيارة بالنسبة للسهرات الاخرى خلي بالك بقى يقولنا النظام ايه التحكم الراداري ده ممكن يستخدم كنظام ملاحة ان انا ايه وخلي بالك المفروض ان انا عندي اه السيارة لما بتيجي مثلا هنفرض انا تلوقتي نزلت العربية دي فيها ملاحة في مصر ولكن مصر ما فيهش خرائط للسير يعني ما فيهش خريطة معتمدة انا مثلا مثلا اسمي المثال انا عاوز اطلع من مدان الجيزة اروح مثلا الهرم فيه مثلا تلت طرق للوصول من مدان الجيزة لغاية الهرم لو انا ايه الدولة كانت عاملة خرائط والخرائط دي والخرائط ايه دي بتغذي موزية مثلا وطبعا بيوصلها عن طريق الامر الصناعي لو انا مغذي الامر الصناعي بالخرائط دي يبقى ممكن ممكن انا انا في مصر هنا فيه ايه نظام موجود خرائط هو العربية هتجيب موقعها منين تمام كده يبقى اذا النظام ده المفروض ان انا بغذي بيه الايه العربية عندي نظام يعتبر من انظمة الرفاهية الموجودة فين في السيارة ولكن الايه النظام بقى ملع يعني نفس النظام نفس الايه النظام يبقى بعرف العربية بتحتي موقعها فين بالزبط من المدينة انا تلوقتي براكب العربية بتحتي ووصلت في مثلا في مكان انا مش عارف انا فين تمام فممكن زي ما انت مثلا لما بتيك تفتع الجي بي اس الجي بي اس يقول لك ادي موكانك اهو يحدد لك مكانك انت فين بالزبط ده مكانك بعد كده انت بتحدد له النقطة المراد الوصول لها انا مثلا في مكان انا مش عارف انا فين تمام فلو فتحت الجي بي اس تلي ايه انت ببان مثلا في صورة دايرة وطالع منها سام صغرا كده باللون مثلا الاحمر واللون الايه الازرق يقول لك ادي مكانك اهو تمام طب انا عاوز اروح فين عاوز اروح نقطة معينة بقول له انا يحدد مكانك انت فين وبتحدد له النقطة اللي انت عاوز توصل لها وبناء على ده بيديك الايه الطرق اللي ممكن توصل بها من مكانك لانت ما كنتش تعرفه عاوز توصل فين يديك النقطة اللي انت عاوز توصل لها ويديك الطرق الطرق الاسية والطرق البديلة كمان تمام طيب دا بالنسبة للملاح طب انت بقى على الطريق يعني انت خلاص انت عارف نفسك فين وانت على طريق ولكن انت موجود في وسط عربيات والعربات دي انت بتجري على سرعة مثلا على طريق وبتجري على سرعة 120 كم في الساعة في عربية قدامك في عربية جاية من غراك في عربية جاية من جنبك تمام فانت عاوز تعرف انت فين من العربيات دي وبنق عليه لو ايه بتقول انا انا عامش على السرعة دي اذا 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 ا بس نفهم الموضوع عشان نفهم هو شغال ازاي نرجع بقى مع بعض الجزء اللي احنا كنا بنقراه مع بعض بوليو صمم هذا النظام للتعرف على موضع السيارة في خارطة المدينة اللي هو الملاحة اللي هو الجي بي اس اللي احنا قلنا عليه وكذلك موضع السيارة بالنسبة للسيارات الاخرى ويستخدم موجات الرادار للتعرف على الاجسام التي تتقع حول السيارة وخاصة المناطق التي تعد بقع سوداء بالنسبة لرؤية الساق فكريم في اول حلقة كنا كلمنا عليها قلت لك ان في عندي حاجة اسمها البقع السوداء ده بسمها النقط العمية بسمها النقط الايه العمية كل ما كبر حجم العربية كل من النقاط العمية دي كانت بتبقى يعني اكبر او بصحة اكبر ويمكن عملوا تجربة ان جابوا عربية نقلوا ووقفوا بعض الاشخاص مش شخص واحد بقى لا ده ووقفوا بعض الاشخاص في المناطق الايه العمية والسواق ما شفهمش تماما تمام يعني ايه نقط عمية يعني نقط عمية انا المفروض في عندي سرع التقليدية في عندي مرايتين في عندي مراية الجنب اليمين والجنب الشمال وبالاضافة لمراية الايه الصالون المفروض ان عندي المرايات دي لما بص فيها تجيب لي او اعرف ورا العربية في ايه يعني انا عاوز ماشي في جهة اليمين وعاوز اطلع شمال عاوز ااخد الحارة الايه الشمال ما ينفحش وانا ماشي كده في اليمين او او ااخد شمال على طول المفروض اي ساق بيعمل ايه بيومبصص في المراية ياما بيبص في المراية اللي جنبه تمام او المراية الايه لو انا مثلا انا داخل في اليمين وعاوز اطلع في الشمال باهم عامل ايه باهمبصص في مراية الايه الشمال اشوف ورايا ايه تمام وطيب ما شفتش كويس باهمبصص في مراية الايه الصالون مصاية الصالون بتجيب ايه بتجيب ورا العربية بتأكد ان ما فيش عربية جاية منين من خلفي قدي اشارة وابص في المراية اتأكد ان ما فيش عربية جاية منين في الجانب الايه الشمال بعد كده لما بتأكد بطلع جهة الشمال هذه المرايات أو هذه المرايات لأنه ببص فيها في نقط ممكن ما تجيبهاش ممكن ايه ما تجيبهاش وخاصة وخاصة لو أنا طالع الشمال بيبقى في الجانب ايه اقصى نقطة موجودة في الشمال العربية ممكن ابص كده ما شوفهاش يعني المرايات ما بيه الرؤية فاهمة وطا او ممكن حتى ما شوفهاش خالص تمام فدي بسميها النقاط الايه العمية النقاط العمية دي كل ما كبر حجم العربية كل ما مساحة النقطة العمية دي بتزيد المساحة بتاعتها تمام فهذه النقاط بتبقى ممكن مشكلة أنا يعني أنا ماشي في اليمين عاوز اطلع شمال بصيت في المرايه المرايه ليه الشمال اوكي ما فيش عربية جاية من وراي بصيت في المرايه لتاعة الصالون اوكي ما فيش حاجة جاية ايه ورايه يفاجأ الساقه يجي يطلع عشان ياخد اللي يسار يلاقيه انه عامل ايه في عربية خوطوته منين للخلفة طب العربية دي جاءت منين اه ده هي كانت في نقطة بس عمان نقطة السوداء او النقطة العامية ودي بتبقى المراية ما بتجيبهاش طيب لو انا لو انا موجود عشان يتفادى المشكلة دي امعامل نظام التحكم ايه راداري نظام التحكم الراداري ده لو في بداية ايه الحلقات بتاعتنا قلتلك ان بيبقى في مراية الوقت موجودة مثلا مراية الشمال ومراية اليمين بالاضافة طبعا مراية الصالون ولكن المراية اللي هي للجناب مراية اليمين ومما هي الشمال بتعمل لي جسم مانورامي مانورامي يعني ايه وبتبقى رقمية كما لو كان كما لو كان يعني ان انا جبت كاميرا وحطتها في خلف العربية لما بص في الايه في الشاشة بتجيب لي وراء العربية كل يعني ما بقاش فيه حاجة اسمائية لا ما فيش حاجة اسمية بالنسبة لشي تمام طيب فالتحكم الراداري نعرف ازاي انه هو بيمسح الايه المساحة تأكد تماما ان ما فيش حاجة في الايه النقطة نرجع بقى نقرأ مع بعض الجزء اللي احنا كنا نقرأ عشان في ايه نقول قصص التصميم ايه كلها متكاملة طبعا فيه نقاط في اللي احنا عرينا ما كانش واضحة دي اللي انا كنت بشرحها تلوقتي معاك بولي يصمم هذا النظام للتعرف على موضع السيارة في خارطة الايه المدينة شرحناها مع بعض وكذلك موقع السيارة بالنسبة للسيارات الايه الأخرى وتستخدم موجات الرادار للتعرف على الأجسام التي تقع حول الايه السيارة وانا اديت مثال مثلا خلف السيارة ان دي بتبقى مهمة جدا وخاصة بصق ايه مهمة جدا ليه وان هو يقول ليه وخاصة على المناطق التي تعد بقع سوداء بالنسبة لرؤية الايه السيارة وفيها يحافظ النظام على مسافة على ايه مسافة وبين كسينه اشان دي مهمة جدا دي لايه بقول لي عليها ان اخطاء اللي بتحصل نتيجة ايه اخطاء السيق لو عدم تقدير المسافات بطريقة صحيحة وفيها يحافظ النظام على مسافة محسوبة بالنسبة لسرعة السيارة وظروف الايه القيادة وظروف الايه القيادة بين السيارة والسيارة الايه لما انا عاوز اعرف بحافظ على المسافة من ما بين سرعة عربيتي والسرعة العربية الايه اللي قدامي وبالتالي تقلل احتمالات حدوث ايه استضام نتيجة اي عرض اللي هو الكلام اللي احنا شرحناه مع بعض طيب نستكمل كده مع بعض عمل نظام النظام بتاعي ممكن ان هو بيشتغل ازاي لو عمل نظام من الحوادث بالايه بالرادار اللي هو نظرية التشغيل بتاعته او العمل بتاعته بيقول لي المعلومات التي تأتي من حساسات النظام وان الحساسات دي بتبقى موجودة على الاكصدام الايه الامامي بالاضافة للاكصدام الايه الخلفي وده يعتبر اقل نظام بيستخدم فيه اللي هو الرادار تمام؟ بيقول لي بالاضافة لبيانات خريطة المنطقة طبعا خريطة المنطقة دي بتبقى من ايه يعني بتبقى ادارة المرور الخاصة بكل بلد بتبقى عاملة خريطة للطرق والطرق اللي ايه البديلة المفروض ان العربية لما بتيجي تنزل بتبقى الطرق دي طبعا محملة على المفروض ان هو بيشتغل بالايه دي هنا بيشتغل مش بالردالة بيشتغل بيبقى فيه اتصال ما بين العربية بيحدد له انت فين؟ تمام؟ انت فين؟ والنقطة اللي عاوزة توصلها ايه؟ وديبقى على خريطة الايه؟ انه قلت لك هو بيشتغل نظام ملاحة ماشي ونظام منعي حوادس ولي بالاضافة لبيانات خريطة المنطقة تدخل للحاسب الالي لتحديد المسافات والاتجاهات التي يجب على الساق اتخاذها وفي هذه الحالة تعطي اشارة عن طريق شاشة مركبة في لوحة البيان بالسرارة افادي اي خطأ تمام؟ يبقى الشاشة اللي قدامك دي لو انت عاوزة تنقل من نقطة زي الموبايل كده لما بتفتحه تفتح الجي بي اس بيوم يديك انت فين؟ والنقطة لتوصلها عاوزة توصلها فين؟ وبيديك الطريق بتاعك فين؟ ويقول لك اتجاه جهة اليمين اتجاه جهة الايه؟ اليسار وفي بعض العيال يقول لك ايه انت المسافة ما بينك وبالنقطة العرصة وصلها مسافة دي كده وبناء على السرعة المسموح على طريق ممكن زمن الوصول كذا ماشي؟ والتي جهة اللي ممكن الطريق ده لا ما تاخدش الطريق ده اخد الطريق ده ان الطريق ده فاضي الطريق ده فيه مشكلة او طريق ده زحم اخد ممكن تاخد الطريق البديل كذا ويديك المسافات الازمينة كمان اللي ممكن توصل بها تمام؟ طيب اما اما نتكمل باب وقول لي اما في الحالات المفاجئة الحاجات المفاجئة يعني عارض حصل فقد يتدخل نظام لمنع حدوث اصطدام السيارة بسيارة ايه اخرى امامها وكذلك في حالة المنورة بالرجوع للخلف مثلا او اثناء الانتظار مما يسهل على الساق التحكم ايه مسؤول يعني مثلا انت ممكن فيه اللي هو نظام التحكم بالرادار بستخدمه لراكن العربية او انا طالع بالعربية في بعض الاحيان ممكن اكون انا مسلا واقف وعاوز ارجع بالعربية للخلف علشان اطلع فيه عندي حجر وراء العربية دي في النقطة العامية النقطة العامية دي اللي هو لتلك لمهما بصت للمراية وخبالك طب انا واقف بالعربية وفي حجر موجود وراء العربية لازق في العربية من وراء طب انا لو بصت في المرايات عمر ما هشوف للحجر وراء العربية ولكن ممكن نظام بقى التحكم الراداري هو قلت لك ان هو بيشتغل على الاقسام الصلبة اي جسم اي جسم هو بيبعد اشارة لو لا ان المسافة دي ما بينك وما بين الجسم دي الرابط بيقول لك ايه بيقول لك طيب بيعمل ايه ازا ما قلت لك انا بديتك مثال بسيط جدا قلت لك كما لو كان انا جبت كاميرا اه وحطتها على بت ايه بتوريني على الشاشة في التبلوء قدامي ال ايه وراء العربية كله في ايه طبعا الكاميرا دي هتصور الوراء العربية كله هبص في ال ايه في الشاشة اللي موجودة دام في التبلوء لقيت ان وراء العربية على طول في حجر تمام اتفوى كده اتداني ال ايه اتداني ال ايه وراء ماشي اتداني مسلا وراء العربية في ايه بالزبط وبناء عليه اللي هو يتدخل تمام نستكمل مع بعض الجزء ده بقول لك اما في حالة المفاجئة فقط يتدخل النظام لما ان حدوث اصطدام السيارة بسيارة اخرى مثل المساة اللي قلتلك بحفظ على مسافة امينة ما بينك وبين السيارة الايه اللي قدامك وكذلك في حالة المنورة بالرجوع للخلف مثلا او اثناء الانتظار من مساهل على الساق التحكم بين بالايه بالسيارة في عندي بعض الانظمة الكلام ده مش موجود عندي فين في الكتاب ولكن انا قلتلك ان انا النظام الرادار ده ممكن استخدمه بقى في كذا نظام ماشي انا انا اوريك بعض الانظمة اللي بتشتغل على طريق الايه نظام الايه التحكم الرادار الحدوث الايه ده العنوان بتاعي خالص ازاي ان انا اقدر استخدم الايه الرادار في معنى الحدوث ايه حوادث التطبعات بتاعته ازاي في كذا نظام يعني مثلا ممكن ان انا استخدم الرادار ده في خمس ست ايه انظمة اخرى تمام ولو تفتكروا في اول حلقة في الكهرباء ساعدنا جبنا العربية وجبنا الايه كل نظام بيغطي ايه بالزبط انه تلك هو وسائل ايه وسائل راحة وايه وامان انا هنا هوريك بعض الانظمة اللي ممكن بنسمع عليها في الايه في العربية بتستخدم فيها نظام الايه الرادار تمام طيب نشوف كده مع بعض اول نظام ايه في عندي بقول لي نظام الايه نظام فرامل الطوارئ او نظام تجنب الايه التصادم ده عبارة عن ايه انا هنا بنقوله ببعض الايه الصور عشان نفهمه ادي مثلا نظام طبعا الصور دي مش موجودة في الايه الكتاب ولكن زي ما قلت لك ان احنا هنا الحمد للرب العالمين بنقدر نعرض الايه الجزء اللي عندنا ببعض الصور والفيديوهات المهمة جدا انا عندي مثلا ادي العربية بتاعتها هي ادي العربية بتاعتها هي وادي العربية اللي ايه اللي قدامي وفي عندي هنا مسافة تقريبية قيمتها خمسة متر تمام الخمسة متر دي ممكن ان تبقى السرعة هنا بتبقى مثلا في حدود تلاتين كيلو متر في الساعة لو العربية دي وقفت العربية دي ايه وقفت نفي العربية دي السواء لا خطر قدامه فانمسك ايه فرامل الخمسة متر دول الخمسة متر دول بيقول ايه بيقول اننا من ساعة ما بص اشوف الخطر وادوس على بدال ايه الفرامل ممكن اقف وما يحصلش تصادم ده العربية التقليدية ولكن لو انا السائق بتاعي ما شافش ان العربية قدام وقفت فنظام الرادار بتاعي ارى ان المسافة دي قلت ويصل فيها تصادم ممكن ان هو يتدخل في تشغيل ايه فراملت الساعة ويقاف الساعة وطبعا ساعتها اقلل فرصة حدوث تصادم منين من ايه الخلف ده كان احد تطبيقات مثلا اللي بتستخدم نظام ايه التحكم الراداري اتمنى ان احنا يكون قدمنا الحلقة بتاعتنا بشكل شيء وان شاء الله بإذن الله نستكمل مبعض منظومات الامن والراحة المستخدمة في السيارات وعلى امل لقاء جديد اترككم في رعاية الله وامنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة